ده دي النقطة اللي كنت هكلم حضرك فيها ده ما كانش حاصل قوي قبل كده كان فيه فترة من الفترات النادي الأهلي بيطلع من مباراة على مباراة محلية على قرية على إفريقية على حتى دولية أيام كاس العالم للأندي فهل النوع ده من الأمور المخلوب يراعى الفترة اللي جاية؟ شوفوا أنا عايز أتكلم عن المسلمين شوية وبعدين في خلال كلامي هجاوب على السواء خد راحتك تمام إحنا دايما كنا بنقول المسلمين وإحنا بنقيمه أي واحد اشتغل في المهنة ديت يعرف وهو يعني مش مدرد بيقيم مدرد لكن بيبقى فيه حاجات قاسيات في الشغل بتاعنا زي مهندس بيبنى عمارة بحط أسمنت فيه حاجات معينة حط عشان عمارة توقف كذلك في التدريب الراجل ده من يوم ما جه دخل على معترك قوي جدا أنت رايح الوداد رايح جاي بتروح تكسب الوداد وبتضغط على الوداد اللي كان الإعلام كله عام الرعب لفريق الناد الأهلي الوداد وهنحصل وهيعمل الراجل راح بقلب زي الحديد وكسبنا البطولتين كسبنا الماتشين ثم كسبنا الزمالك وخدنا البطولة ما عملش فترة أداد ما اخترش اللعيبة اللعيبة أعرف أساميها لكن ما يعرفش إمكانياتها لأنه ما نزلش معهم في التدريب وبالتالي المدرب علشان يحكم عليك أو علي لازم من خلال التدريب يعرف إمكانياتي إيه دخلنا بعد كده عن المحلي ثم دولي ثم أفريقي على طول كل 48 ساعة 72 ساعة صفر لعب صفر لعب طبع حصل أنه أحيانا كان يتقال من بعض يعني مش عايز أقول الناس اللي هم يعني مش كواسين يقول لك الأداء أداء إيه ده أنت لما بتروح مشوار بعربية تكتروح شوار في العربية بتتعد طبع فما بالك لعيب عايز يركز تسعين دقيقة في المباراة في التدريب في ليلة المباراة أنت لو وراك شغل تاني يوم بتنام بتنامشي فمن بالك يبقى عندك ماتش وماتش مهم طبع وبطولة فكل الضغوط دي كانت موجودة على الراجل وبعدين ابتدى في فترة الحقيقة ابتدى يعرف اللعيب عن قرب فيعرف ده إنكانياته إيه الراجل ده محتاج تصليح في إيه الراجل ده بالنسبة لتحركاته إيه ابتدى يبقى عنده فكرة كاملة عن كل لعيب ودى لعيبة فرص كتيرة ومداش إلا اللي هو يعني فيه نوع شوية لسه مش مش عنده فكرة عنده الفكرة الكاملة دخل وصبر على لعيبة كمان وصبر على لعيبة كتير جدي الراجل ده في ماتش الترجل اللي فات الحاجات كده بتفوت كده سهلة اللي حصل قبل الماتش وشفنا الشماريخ والغاز والحاجات دي أي لعيب في الدنيا لازم يحصل له لو لا إن الراجل فضل ربنا الأول ثم العلم ربنا قال اقرأ فالعلم بيقول إيه؟ بيقول إننا جسمي وعصابي كلها مرهقة لازم أخد أجازة بعد الماتش السوبر أخد أجازة كافية وابعد بعد كامل عن كرة القدم لمدة ست أيام علشان الجسم يبقى فيه طاقة لنقدر طلعها يبقى فيه نوع من أنواع التشوق للكرة الضغط العصبي والعضل اللي عليها يبتدي أسترجعه الطاقة اللي جواية اللي ربنا ادهنا الطاقة اللي جواية دي علشان أسترجعها لازم بقى فيه فترة راحة وفترة الراحة دي من واجبات التدريب يعني لازم بعد مباراة فيها حمل كبير تاني يوم لازم بقى فيه راحة وإلا يعني ربنا كان خلقنا حديثة وهي هنا مش مكان وفي نفس الوقت شفنا نعكاس الراحة دي على اللعيبة والأداء حتى بدنيا وعلى مستوى اللياقة يعني شفنا كل ده وفي النعكسات دي جميلة وشفت الهوند الهدوء اللي كان مع اللعيبة بعد الغاز اللي شافوه وشموه فبات فعالي أكبر من يعني بشكل محترف جدا الراجل برضو من ضمن الحاجات الكريمة اللي لفتت نظري اللعيبة قبل المباراة بتاكل قبل الماتش بثلاث ساعات علشان الأكل بقى فيه مخزون مع العصير اللي بياخدوها علشان لما ينزل المباراة يبقى واقف على حالة فلما الماتش يتأجل ساعة كمان إيه اللي بيحصل الجسم اللي بيحتاج طاقة تانية فالطاقة دي كان ياخدها فين وما فيش مطعم ولا في حاجة ممكن هو يدها له فطبعا دي برضو فرقت ومع ذلك هنبصل لها بداية المباراة الاستحواز الخطورة بس عفوا هنا كابتان عادل هي فرقت معانا بشكل إيجابي ده معناه أن اللعيبة بدنيا وعلى مستوى اللياقة وفي نفس الوقت التغذية كانوا أكثر من رائعين لكن بصراحة برضو الحق يقال على الصعيد الآخر احنا شوفنا فيه إجهاد من الفريق الآخر فكان واضح جدا يعني أنا كنت بقول ليه نحوان دي اللي احنا هنكسب لأنه فريق الترجي طلع من الكاس وصل للمرحلة ديت بعد ايه المولدية كسبانه اتنين سفر في الجزايا وهو اتعدل مع اتنين الاثنين بالعافية في تونس وكسبه بدربات جزايا الحالة المعنوية والتدريبية بتاعتهم مش كويسة في حين احنا كنا في مرحلة صعود ثم هبوط ثم في مرحلة صعود تاني احنا دلوقتي في مرحلة صعود فمرحلة صعود دي بديتني مؤشر ان احنا هنكسب الترجي هنا وهنا في الراجل حتى في تغييراته بيوصل بيوصل رسالة للعيبة ودي برضو حاجة يعني ناس ولا ايه الاول اللي بتفهم فيها انا وانا بحط التشكيل اللعبة بتقتنع بفكري انا نزل هاجم ولا نزل دافع فالما يكون في ماتش الترجي في تونس والعب بتلاتة مهاجمين طاهر و شريف وصلاح وشريف بلعب بتلاتة مهاجمين فين في تونس في ترجي بكل الناس مرعوبة من الترجي دي بتدي رسالة للعيبة ايه لا ده نازل علشان هاجم و مؤمن الدفاع فاللعيبة بتسمع التشكيل منه في المحاضرة على طول بيجي في ذهنها الراجل ده بيشتغل ازاي والراجل ده سيقته فينا ايه بتلاقي الاستحواز في تونس انت كنت بتعمل كأنك تأسيمة صحيح وبعدين انت أجهد تهم الشرط الأواني عملية بيجروا ورا الكرة باستمرار فجري ورا الكرة انت مش بتتعب بس هوبطة انه عايز يستحوز عليها وعايز يجيب نتيجة طبعا فانت برضو انت جيبت جول وكان ممكن تجيب تلات اربعة تجوال تغييراته كانت تغييرات طبعا اكثر من رائعة ده بالنسبة الماتش الأولاني الماتش التاني يمكن احنا في البداية انا باخد عليه حتة صغيرة جدا هو كان عامل سينايرو يهين ان الترجي ينزل يضغط علينا فلما ينزل يضغط عليك ما تبتديش من تحت لانه كان بيضغط مجموعة كبيرة او كان ممكن جدا يبقى عملية البداية الهجمة تبقى في التلت التاني يبقى الشناول لما يمسكوا الكرة يديها مسلا لأفشا او يديها لعلي معلول بس ما يدهلوش تحت يدهلو فوق شوية هي دي برضو يعني انما الحمد للضغط اللي كان علينا بس ما كانش فيه الخطورة ثم الجملة اللي اتعاملت وبرضو من ضمن الحاجات اللي الراجل ابتدى يشتغل عليها انه ابتدى يعمل جمل انا هو انت بيعمل جمل جولي الاولاني شفنا الكرة تتلاعب وبعدين طهر كان فين كان جناح كان رأس حربا اتعاملت له بقى هو الجول فطبعا الكلام ده كله مع ضربة الجزاء اللي هي كرة فيها شرعية اننا لو ما انفرد بالجول وحد يمسك يده يترد وتبقى ضربة الجزاء ما خدناش حاجة بيش من حقنا لا ده ضرب